الراهبات إلى الحرية النصرة تسوق لنفسها والتبادل يشمل عائلة قيادي من الجبهة سليمان يهنئ بالعملية ويشكر الدولة القطرية الحاش حسن المقاومة بند راسخ في البيان الوزاري وفي النصرة تل أبيب تغلق حدودها مع الأردن موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين في نشرة ظهيرة من قناة الجديد ليلة طويلة لكن المحصلة كانت أهم راهبات دير ما ارتقل خرجنا إلى الحرية في صفقة أرادها مسلحو جبهة النصرة هدفا جديدا يسجل في سجل خصمهم فكانت الصورة السلاحة هذه المرة ساعة النصرة عبر فيديو سربته على الإنترنت لإظهار الراهبات وكأنهن يغادرن مكانا اعتدن العيش فيه مع محيط متآلف متنافسين أن الراهبات أنفسهن غمزن من قناة المحيط الذي تواجدنا فيه خلال الحديث عن خلع السلبان وفي مخطط أهداف النصرة تسجيل خروج زوجة أحد قيادي الجبهة برفقة أولاده إلى يبرود على مرأة من الكاميرا ووسط هتفات وتكبيرات بدت كأنها لفريق حرر القدس إذن راهبات معلولة في يوم الحرية الأول والنصرة تحتفل بالصفقة عبر تسجيل مصور يوثق لحظات التبادل الأخيرة في يوم حريتهن الأول مازالت تفاصيل عملية تحرير راهبات دير مرتقل في معلولة تتكشف تبعا اللحظات الأخيرة حملت كثيرا من الانفعالات على الجانبين اللبناني والسوري ليلة طويلة عاشتها ستة عشرة راهبة ومعهن المفاوضون وعلى رأسهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير الاستخبارات القطري غانم لكبيسي في مقابل جبهة النصرة التي كانت قد خطفت الراهبات في الثاني من كانون الأول العام الماضي النصرة نشرت تسجيلا مصورا يوثق اللحظات الأخيرة لتسليم الراهبات واللافت تلك العائلة التي ظهرت في آخر التسجيل التي تبين أنها كانت السبب وراء تأخر عملية التسليم حيث تفيد المعلومات أن العائلة تخص قياضيا في الجبهة اشترط أحضارها من الداخل السوري في مقابل تحرير الراهبات وهي تضم زوجة القياضي في النصرة ساجد دوليمي العراقية الأصل وأولادها الثلاثة إضافة إلى الإفراج عن 153 معتقلة في سجون النظام وهكذا كان بعد بدء العملية انطلق الموكب المؤلف من 30 سيارة ربعية تدفع من الأراضي السورية فعرسال فاللبوة فجديد تيابوس حيث وصل بعيد منتصف الليل وكان في استقبال الموكب المدير العام للأمن العام إضافة إلى وفود سياسية ودينية وشعبية وشكرت رئيسة دير مارتقلة في معلولة الأم بلاجيا سياف كل من ساهم في إطلاق سراح الراهبات وخصوصا الرئيس السوري بشر الأسد وأميرة قطر الشيخ تميم بن حمد وبطريارق انطاقيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس يحنى العاشر اليازجي والمدير العام للأمن العام اللبناني بدنا نتشكر الله تعالى يلي يسر الأمور وخلانا نوصل لهالوقت يلي نحن فيه بعدين سيدنا البتراك يحنى العاشر كمان يلي الدقوب العامل الدقوب كان عم بيشتغل معنا يلي هو طلباته كانت تعب كثير عليه سيد الرئيس بشر الأسد وتواصله مع أمير قطر ومساعدتهم إلنا هايدي نتشكرهم فوق الحدود لكن ما مننسى الوسيط الكبير الوسيط الكبير والعامل العامل بحق للرب خلينا نقول بحق للرب لأنه عمل عمل خير كتير اللواء عباس إبراهيم هل دفع بدل مادة؟ نحن مش من اللي بيدفعوا بدلات مادية انتو في أكتر من وسيط لا أبدا أبدا القطر زبتقص دي وسيط القطري كان وسيط وكان داعم من الأساس للمهم اللي نحن عملنا على نسق اللي عملنا بأعزاز لم يتم دفع أي مبلغ ميدي من جهته أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية نجاح الوساطة القطرية لافتا إلى جهود قطر التي أثمرت نجاحا في العملية وهكذا بعد تحرير مخطفي أعزاز يأتي دور الراهبات في سيناريوهين متشابهين إلى درجة التطابق فيما يبقى ملف المترانين أسير الغموض وموازين القوى السياسية والميدانية على الأيام المقبلة تحمل جديدا الرئيس ميشيل سليمان يشكر أميرة قطر وينوه بالإفراج عن الراهبات أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ارتياحه لإطلاق الرهبات المخطوفات والطفل ميشيل سقر معربا عن أماله في أن يتم إطلاق المطرانين وسائل المخطوفين والمحتجزين اللبنانيين في أي بلد وإشكر الرئيس سليمان في اتصال هاتفي أميرة قطر يشيخ تميم بالحمد والدولتين السورية والقطرية والأطراف المعنية بهذا الملف للمساعة التي سهمت في إطلاق الراهبات فإنه جدد إدانته أعمال الخطف من أي جهة وتحت أي ذريعة كان وهو شدد في خلال اللقاءات عقادها مع كل من قائد الجيش العماد جان قهواجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام قوى أمن الداخلي بالوكالة اللواء إبراهيم بصبوس على أهمية متابعة الاتصالات الجارية لتحرير المخطوفين من المترانين إلى سمير كاساب إلى جزاف صادر والمخطوفين اللبنانيين في نيجيريا وشدد كذلك على ضرورة أن تواصل الأجهزة العسكرية والأمنية التنصيق فيما بينها للقبض على العصابات التي تقوم بالخطف في لبنان وإحالة أفرادها إلى القضاء ونوها رئيس الجمهورية في المناسبة بالجهود التي تقوم بها الأجهزة كما قدر اللواء إبراهيم عمله المضني والشاق في بلوغ النهاية السعيدة لقضية الراهبات والنجاح في إطلاقهن إلى المخطوف جزاف صادر التي أبدت أملها في أن تنجح الاتصالات في الإفراج عنه وعرض رئيس الجمهورية مع وزير الاتصالات بطرس حرب للتطورات السياسية الراهنة والأجواء القائمة في شأن اجتماع لجنة صاؤغ البيان الوزاري أصدر قاد التحقيق العسكري فادي الصوان مذكرة وجهية بتوقيف كل من نعيم عباس وجمان حميد وتستكمل التحقيقات في المحكمة العسكرية في بيروت فيما يتعلق بملف جمال دفتر دار واثنين عشر شخصا آخرين بينهم نعيم عباس بقضية الانتماء إلى كتائب عبدالله عزام والقاعدة وبتأليف تنظيم مسلح وبملف نعيم عباس جمان حميد في قضية الكياريو التي ضبطت عند حاجز اللبوي منذ فترة بالإضافة إلى ملف عمار الأطرش المتهم بإدخال سيارتين مفخختين إلى لبنان وتفجيرهما في حار تحريك أكد وزير الصناع أحسن الحاش حسن أن المقاومة وبكل وضوح هي بند راسخ في البيان الوزاري ولا مجال لأحد أن يتجاوزه على الإطلاق حول بند المقاومة نقول وبكل وضوح أن بند المقاومة هو بند راسخ ثابت في البيان الوزاري ولا مجال لأحد أن يتجاوزه على الإطلاق ليس من موقع الجمود بل من موقع الوفاء ومن موقع الدفاع عن لبنان أهلا بكم من جديد بينما تعود لجنة الصياغة البيان الوزاري إلى الاجتماع غدا لمتابعة النقاش حول بند المقاومة حسم لبنان الرسمي موقفه من هذه المسألة أمام الجامعة العربية بعد تعديل النص الذي حمله معه وزير الخارجية جبران بسيل من بيروت إلى القاهرة إلا أن مصادر وزارية وسطية أشارت لصحيفة الأخبار إلى أن تيار المستقبل لا يوافق على ذكر اللبنانيين في الشق الأول من الصيغة والذي ينص على حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع الأرض المحتلة ومقاومة أي اعتداء إسرائيلي وتوقعت المصادر أن تثير هذه الصيغة جدلا في اجتماع اللجنة لا في تتنيل أن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط تواثقا على صيغة رفضا الكشف عنها قبل تحقيق إجماع عليها في اللجنة السباعية عيد المعلم في اليونسكو برعاية وزير التربية ومشاركة هيئة التنسيق النقابية من ضمن الاحتفال بعيد المعلم في اليونسكو دعا وزير التربية ليسبو صعب بحضور رؤساء الروابط والنقابات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق النقابية وغيرها من الحركات النقابية والتعليمية إلى عدم التكلم عن السلسلة وكأنها عبء على خزينة الدولة لأن ضبط الهدر في بعض المؤسسات يمولها إني أقولها بالفم الملآن ملتزم العمل والمتابعة اليومية لكي تحصلوا على حقوقكم بسلسلة الرتب والرواتب التي ناضلتم من أجلها وقد أجريت مشاورات مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الحكومة لكي نتعاون من أجل إقرار هذا الحق وإيصال هذا الملف التربوي والاجتماعي والمعيشي إلى خواتيمه السعيدة وفي كلمة لرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حن غريب عدد عددا من المطالب أبرزها إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عيد المعلم نؤكد مجددا التزام رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على متابعة التحرُّق من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتسيير مؤسسات الدولة الدستورية من أجل إعطاء حق العمل النقابي لموظفي القطاع العام ومنح روابط الأساتذة والمعلمين صفة النقابات الحرة المستقلة لا أن يصادر تمثيل الأساتذة والمعلمين من كائن من كان هي هيئة التنسيخ النقابية هي الهيئة النقابية الأكثر تمثيلة في هذا البلد وكانت كلمات لعدد من رؤساء الروابط التعليمية إضافة لنقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ الذي حذر من انفجار الأزمة المعيشية التي لا تقل خطورة عن التفجيرات الأمنية أعلنت وزارة الداخلية أن موضوع إقفال ثلاثة مراكز لتعبئة الغاز وتوزيعه جاء استنادا إلى المعلومات الأمنية الموثقة لمخططات إرهابية تستهدف تفجير مراكز التعبئة من ضحية بيروت الجنوبية وأشرت الوزارة في بيان إلى أنه بموازاة ذلك طلب وزير الداخلية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إعداد خطة لتعزيز الحماية وفق معايير أمنية جدية كافية واعتماد ألية محددة مسؤولة لنقل قوارير الغاز من وإلى المراكز وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد الخطة الأمنية وسلمت إلى أصحاب مراكز تعبئة الغاز لتنفيذها كاملة ومن ثم العودة إلى العمل وذلك بالتشاور مع الرئيس تمام سلام وبمساع بذلها الرئيس سعد الحريري مفتي الجمهورية يجول على مؤسسة حسن خالد في الأزاع متفقدا تفقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى إثر الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث مكان إقامة الأطفال الأيتام والمعوقين في منطقة الأزاعي نحن ندعو أهل الخير كلهم من أجل أن يهبوا لنجلة أبنائهم أولا بالاطلاع على ما أحرق هذا الحريق في هذه المؤسسات ثم بالتالي السعي مع الإدارة ودار الفتوى من أجل إعادة هذا الطابق وهذه المؤسسة في أحسن حال إن شاء الله سبحانه وتعالى وجال المفتي والعلماء في المبنى المتضرر من الحريق الذي قضى على كل محتويات الأقسام المجهزة للأطفال من أسر وثياب وخزاء وبطنيات وأجهزة إلكترونية وكل ما يحتاجه الأطفال والمعوقين أهلا من جديد قتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنة الفلسطينية رائد علاء الدين زعيتر عند معبر الليمبيا على الحدود مع الأردن وتم إغلاق المعبر بعد الحادث أمام حركة المسافرين وفي التفاصيل بحسب مذاكرة الشرطة الفلسطينية فأن زعيتر وهو من مدينة نابلوس استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد نقاط التفتيش على معبر الكرامة وذكرت الشرطة الفلسطينية على موقعها أن المعبر أغلق من قبل الجانب الإسرائيلي بعد الحادثة في كلال اتجاهين قادمين ومغادرين ولم يعلق الجانب الأردني على الحادث الذي وقع على الطرف الآخر من الحدود من جهته ذكر راديو إسرائيل لأن التحقيقات الأولية تفيد بأن الحادثة وقع بعدما حاول رجلا فلسطينيا في الثلاثينيات من العمر حاول رجل فلسطيني عفوا خطف السلاح الشخصي لأحد الجنود قال رئيس وزراء القرم سرغي أكسيونوف أنه سيخير سكان شبه الجزيرة بين حمل جواز سفر روسي أو أوكراني إذا انضمت المنطقة إلى روسيا في الاستفتاء الذي سيجرى في السادس عشر من أذار مارس وأعلن للوكالة الروسية أن السلطات في القرم ستشجع أيضا استخدام لغتين هي الروسية والتتارية القرمية مضيفا لن نصر على إرجاع الجوازات الأوكرانية الكل ستتاح له الفرصة لتطوير لغته لا نريد أن نقيد التتار القرميين اليسار يفوز في الانتخابات الرئاسية في السلفادور عاد اليسار ليتسلم سدة الحكم في السلفادور الانتخابات الرئاسية التي جرت في أصغر دول أمريكا الوسطى وأكثرها كثافة سكانية أوصلت مرشحة جبهة التحرير الوطني اليسارية سلفادور سانشاز سيران إلى الرئاسة متخطيا نسبة الـ 50% بقليل ومتفوقا على خصمه مرشح اليمين نورمان كيخانو بفارق ثمانية ألاف صوت وأتت النتيجة استنادا إلى نتائج فرز حوالي 97% من الأصوات وذلك في الجولة الثانية للانتخابات والتي كان قد فاز فيها مرشح اليمين هذا الأمر دفع الأخير لاتهام سيران بالتزوير ووصف لجنة الانتخابات بأنها فاسدة وسيران هو وزير صابق يشغل حاليا منصب نائب الرئيس الحالي المنتهي ولايته موريسيو فوناس الصحفي المعتدل الذي انتخب عام 2009 وأنهى حكم الائتلاف الجمهوري الذي استمر عشرين عاما وكان أول رئيس يساري للبلاد وتمتد ولاية سيران إلى خمس سنوات وعد فيها بتعميق البرامج الاجتماعية قال الجيش الفيتنامي إن أربع طائرات فيتنامية تشارك في البحث عن رحلة طائرات الخطوط الماليزية المفقودة أرسلت صباح اليوم للتحقق من العثور على قطع محتملة لحطام تم رصدها كما ستنضم طائرتان أخرتان لعمليات البحث في وقت لاحق وكانت طائرة مائية فيتنامية رصدت الحطام على بعد ثمانين كيلومترا من جزيرة ثوتشو ليلة أمس الأحد وبثت وسائل أعلام محلية وعالمية صورا لشيء يشبه منفذ خروج من الطائرة لكن الظلامة كان حالكا في ذلك الوقت والصورة لم تكن واضحة كان في النشر الراهبات إلى الحرية النصرة تسوق لنفسها والتبادل يشمل عائلة قيادي من الجبهة سليمان يهنئ بالعملية ويشكر الدولة القطرية الحاج حسن المقاومة بند مراسخ في البيان الوزاري وفي النشرة الأبيب تغلق حدودها مع الأردن ختم نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة